فرد فودا جاء فيه أيام عصيبة أنا يعني أقبل لو أنه واحد يقول ما يأتي أنا ما بحبش الإسلام خليك في بيتك أو خليك في نفسك وما تجيش يام للإسلام وما تهجمش تعليم للإسلام وإيش كافر لوحدك ملناش صلة بيت ملناش عليك سبيل لكن إذا جئت عند المسجد وقلت إيه الأذان الصاعد ده دعوا هذه الصيحات المجنونة لا لزومة لها لا خير فيها لا 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 أنظر إليك نظرة أخرى إنك إنت تريد هدم هذه الأمة لحساب إسرائيل لا لا هذا الكلاف الشديد أنا يعني لا أزاله طرفا فيه مش بيني وين فرد فودا بيني وبين جميع المفكرين الذين يرفضون الإسلام طبعا من البائس والمؤسف أن يكون هذا الرجل وهو يعني يملك أفكارا جديرة بالاحترام في الفكر الإسلامي والديني يقول مثل هذا الكلام البائس الكلام التكفيري الكلام المؤسف وأنه يجعل من أي نقد لأي فكر هو نقد للإسلام وهجوم على الإسلام ويدعي زورا وبهتانا زورا وبهتانا وظلما على فرق فودا أنه يقلق بيكره الإسلام أو على المفكرين الذين يكرهون الإسلام وقرر السيد الغزالي رحمه الله أنه هو صاحب قرار مين اللي بكره الإسلام ومين اللي بيحبه ومين اللي يقعد في بيته ومين اللي يقول أفكاره وامتلك الرجل في يده وعبر لسانه وعبر شيخوخته يعني أن هذا الكلام قاله هو شيخ هرم أنه هو المحدد للمسلم ولغير المسلم والغريب والعجيب أن هذا رجل نفسه لا أحد آخر هو المتهم من قبل السلافيين والوهابيين بالكفر لقد كفروا هذا الرجل الذي يدعي أنه الحد الفاصل ما بين من هو مسلم ومن هو غير مسلم حتى يعني التقول والافتئات والتضليل والتزوير لما يبقى فرق فودة بيكلم على الميكروفونات الزعيقة فهو يعتبره ضد الأدان مش ضد الميكروفونات وضد الأصوات الخاشنة اللي بتزعج الناس بطريقة أدانهم لا يبقى كأنه ضد الأدان مش كأنه ضد الميكروفون والإزعاج هذا التضليل والتزوير عموما يمضي بنا إلى أن نعلنها واضحة صريحة الغزالي نفسه التهم بالكفر وبالهرطقة وبالخروج عن الملة وعن الدين من هؤلاء السلفيين الذين أمطروه بوابل من الشتائم وبالاتهامات وبالتكفير فلم ينجو هذا المكفر من التكفير أيضا وهذا شأنهم جميعا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر